صباح الخير اليوم السبت 1 نيسان أبريل 2023 اليوم ببداية الشهر وهالبداية رح تكون مع أمر موجود ببرج الأسد بيعمل طالع ممتاز جدا مع المشتري وعطارد وبالتالي بتكون أمور المعاملات والتواصل وحتى الحزوز بتكون جيدة بس أكتر شي للأبراج الهوائية والنارية نبدأ مع الحمل الحمل مستمر الفلك بدعمك ورح تعرف خلالها النهار فرصة ممتازة وخاصة لخلقانين بشهر نيسان الحظ موجود والقوة المعنوية والنشاط كمان موجودين لهيك لازم تستفيد منها النهار بكل جوانبه هلأ ممكن تلاقي طريقة أو حل لموضوع مالي ومهني وبتتوصل لتفاهم واتفاق جديد برج الثور لساته الأمر معاكس لبرجك واليوم بيكون أكتر شي عم بيأثر على ناحية العمل والمال ممكن تكون غير راضي عن هالأمور هي وبتزداد مشاعر الاندفاع والرغبة بتغيير الواقع والظروف بدك تنتبه أنه إذا بدك تحارب كل الناس وخاصة الأحباء والمقربين فأنت بتكون عم تضر حالك ومصالحك برج الجوزاء بتميل اليوم لكسر الحواجز والقيود بمجال الحب والعلاقات الاجتماعية اليوم أنت عم تكون صريح أكتر وما عندك مشكلة بأي موضوع أو مع أي حدا يومك منوع ومشكل وبيحمل المزيد من الإيجابيات والحزوز السعيدة فترة المساء ممكن تحمل معها أخبار وتطورات جيدة برج السرطان وكأنك عم تنافس حدا أو يمكن عم تنافس حالك وعم تتحدى نفسك لحتى تحقق إنجاز اليوم الفلك بيساعدك لأبعاد الحدود والطالع الفلك بين الأمر والمشتري بيعني أنك قريب من الوصول لمكانة مهمة أو بتقدر تخلي الناس تمدح فيك وبجهودك كمان الأمور المالية فيها تغيير للأفضل برج الأسد بتستفيد اليوم من حزوز جيدة وعلاقات ممتازة هذا النهار بيكون مناسب لتحسين بعض الأمور الشخصية وتغيير بعض العادات وكل شيء تقليدي أو قديم بحياتك بس المشكلة عندك هي بأمور الحب يلي عم تاخد منحة مختلف تماماً عن الشي اللي أنت متوقعه أو يلي مخططله برج العذراء لساتك من مبارح لليوم عم بتعيش حالي أو ظرف معين ما إلك الإدراع على تغييره بس الوضع ما نوسي لأنه الطوالع الفلكية بتقول أنه في الكتير من الأمور يلي بتصير معك اليوم رح تكون مساعدة لإلك باليومين الجايين بس المهم أنك ما تزيد على حالك بالتفكير والتحليل برج الميزان بتحقق تقدم بحياتك وبتتجاوز مشكلة أو أزمة هي غالباً بتتعلق بالعواطف والمشاعر النص الثاني لهاليوم بيكون واعد وبتزداد خلاله الفرص والاحتمالات الجيدة قدرتك على التواصل مع الآخرين بطريقة لبقة وديبلوماسية رح تكون مفتاح لنجاحك بهالوقت برج العقرب المزيد من الاهتمام بالعمل والمسؤوليات رح يكون بهذا النهار مثل مبارح بس الجديد هو بعض التدخلات بشؤونك العاطفية وبعلاقتك مع الشخص يلي بتحبه اليوم بتكون ردودك سريعة بس ما لازم تتجاوز الحدود أو تسبب لك أزمة بعلاقاتك لبعدين برج القوس لساته الطريق قدامك مفتوح والفلك واعد بكل المجالات تقريباً جرب حظك اليوم وما تأجل شي لبكرة لأنه وبحسب الطوالع الفلكية في قدامك فرصة مهمة ما لازم تهمله ممكن يكون في حدا من المقربين أو يلي بتحبه أو يلي بيحبوك كمان عم يشعروا بنوع من الغيرة أو خايفين أنك تضيع من إيدهم برج الجدي بعض القرارات أنت مضطر تأخذ اليوم وتحسم أمورك ممكن تكتر الانفعالات والمشاعر وبتكون متردد شوي بخصوص حالة عاطفية ما أنك متأكد إذا هي حقيقية أو خيالية من ناحية تانية بيكون في إلك تعويض ومكاسب عن عمل أو جهد قديم برج الدلو لساته الأمر بمواجهة برجك مشان هيك اليوم أنت بتكون غير صبور على بعض الأوضاع بحياتك ومنها الأمور العاطفية يلي بتضطرك أنك تاخد قرار وتبعد عنك كل شي مزعج طبعا الحظ جيد بهذا الوقت وأنت عم تعرف كيف تبني وتأسس مرحلة جديدة من العمل والعلاقات برج الحوت لساته تحذيرات قائمة على صعيد الصحة والمعنويات حاول أنك ما تشغل تفكيرك وتزيد الهم على حالك وتأكد بأنه من بعد هاي الفترة يلي فيها شغل وأعمال كتير راح تعيش بفترة تانية أفضل لناحية الحب والعلاقات بس اليوم أنت مضطر تلتزم بواجباتك وكمان لازم تهتم بصحتك أكتر مولود اليوم هو طبعا موليد برج الحمل شخص قادر على تحفيز الآخرين زكي جدا وقادر على الترويج لأعماله وعنده أسلوب الدعاية الذكية بتوقعات هاي السنة في جدية أكبر بمجال العمل والمال وفي تسهيلات بهذا الموضوع كمان بس الأهم هو أنك راح تتوصل لقناعات وتتبنى أفكار جديدة ومختلفة بحياتك